الأدمية يا أبو الشوكة والمترباية ببيت أهلها الله وكيلك بتستور عليك وعولادها وبتعيشك أحلى حنية مثل حنيت أمك وأكتر بتعمر لك بيتك ولأمنيها لأنه الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكل لحتى يعمر يا عين عليك يا عمي الفارس بس اللي ما نوارتع ببيتك ومحرمته شو يساوي يطلع وإذا عنده غنه لا لا إذا كان هيك حرام ما بصير يا أبن يتجوز عليها الشرع بيسمح له أنا هذا اللي ناوي ساوي بدي يتجوز الثالثة وريح راسي وخلي القدمة التنتين ملتهيين بالولاد والبيت عايش أنت عب تحكي أبو شوكة اي عن جد عم بحكي ليش الجواز حرام ولا عيب بس أنا على حد علمي بعرف إنك متجوز الثاني سوا ويقولوا ثلاثة يا سيدي يا ما في أشي يعني بس بقى مين هذا الرجال اللي بده يعطيك بيته وأنت عندك تبتين نسوا آه والله ما معرف قلتك ما بيلتقى ما بس بقى تجكرت أنا فارس أبو الناور شبو شباك فزاعت أبو شوكات أبو الناور عنده منت عبو الشيجواز وبعتقد وقد بده يعرف أنه أنت بدك ياها بتصور ما رح يقول لا من وين رح يصر له واحد مثلك ابن عز وجاء وشغيل وأبضاي قلتلي بنته لأبو النار متل ما عمّا قل لك بنته آه بقى إذا أنت معتمد أنا مستعد أحكي معه وجسلك النبض يعني بقى شو قلت فاتحه بالموضوع لأنه مي حلوي أنا فاتحه بالموضوع وبعدين يخجرني بقى شو يخجلك ما يخجلك لك أبو شوكات أنا رح أحكي لك بالموضوع معه وهلأ هلأ شو خلصنا أبو فاريس خلصنا أبو فاريس هكي سلموا هالأيدين شعب ساوي علي الطلاق ما بأخذ منك فرنك أحمر أي لأ هيك كتير كتير كلمرة ما تأخذ مني والله ما تخجلني بقى ولو يا أبو فاريس ولو بس بمعيدك يعني بقى إنسان من الموضوع رح له خلاص ولا يهمك أنا اللي برح له ايه يلا زبط لي يومي ايه ايه يعطيك العفة ايه مع السلامة يا فاريس مع السلامة يا عين عليك انتوا لعب النار بس إن شاء الله بتطلع حلوة وما تطلع بتشبع أبوة آخ يا عمزكي